بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحضور الكريم نرحب بكم في هذه الجلسة وهذا المجلس المبارك ونحتفي اليوم ونحتفل ونكرم في هذه الأمسية وهذا المجلس أستاذنا الدكتور بشار عواد معروف لحصوله على جائزة الملك فيصل فرع الدراسات الإسلامية بداية كلمة ترحيبية لفضيلة الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري جزاه الله خيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء السادس من مجلس الخميس الذي هو لقاء خاص نخرج به عن النمط المعتاد في كل أسبوع لنكرم عالما وعلما وأستاذا وباحثا ومحققا من العراق ألا وهو الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف ومناسبة التكريم هي فوزه بجائزة الملك فيصل العالمية للعام 2018 في حقل الدراسات الإسلامية عن الأعمال المنجزة بالتعريخ وتحقيق المخطوطات وسأترك الفرصة لاحقا للدكتور بشار عواد معروف للحديث عن هذا الإنجاز المهم وعن هذا الفوز الكبير لعالم من علماء العراق أكمل به سلسلة العلماء العراقيين الفائزين في هذه المسابقة في حقلين مهمين من حقولها الخمسة ولكن في البداية لا بد لي من التنويه بهذه الجائزة وذكر بعض تفاصيلها لفائدة الأخوة الحاضرين للتعرف على قيمتها وعلى قيمة المنجز الذي نفخر اليوم بنيله من قبل الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف إخواني هذه الجائزة منحت للمرة الأولى في عام 1979 للميلاد وعمرها اليوم قارب الأربعين سنة الهدف منها كما تقول أدبيات الجائزة ومكافأة الأفراد والمؤسسات على إنجازاتهم الفريدة في خمسة فروع مختلفة هي خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والعلوم والطب وتمنح هذه الجائزة في هذه الحقول الخمسة كل عام وقد تحجب أحيانا لعدم وجود عمل يحقق المواصفات والضوابط والمعايير التي ترتئيها الجائزة وتهدف الجائزة إلى خدمة المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم وحثهم على المشاركة في كل ميادين الحضارة كما تهدف إلى إثراء الفكر الإنساني والمساهمة في تقدم البشرية وقد كانت هذه الجائزة منذ إنشائها حتى الآن وسيلة للرقي بالعلوم ومساعدة حركة التأليف على الانتشار ومساعدة الباحثين على الإبداع وقد فاز كثير من من فاز بهذه الجائزة بعد ذلك بجوائز عالمية كبيرة ومن أهمها جائزة نوبل فكانت جائزة الملك فيصل أو أصبحت جائزة الملك فيصل معياراً لباقي الجوائز الأخرى الإقليمية والدولية يتم اختيار الفائزين بالاستيناد فقط إلى مدى الأهلية والجدارة وتقوم لجان اختيار متخصصة بمراجعة الأعمال وفق معايير على مدى سنة كاملة ومن ثم تعلن النتائج في الشهر الأول من كل عام وهو شهر كانون ثاني بلغ عدد الفائزين بهذه الجائزة حتى الآن 258 فائزاً من 43 جنسية عربية ومسلمة وغير ذلك وآلية اختيار الفائزين تتم من خلال ترشيح الهيئات العلمية المختصة من تراهم ملائمين لهذه الجائزة والترشيح يقبل من الهيئات والمراكز العلمية والجامعات والترشيحات الفردية للشخصيات العلمية البارزة المعروفة وأحياناً أيضاً تقبل من قبل المتقدم لنيل هذه الجائزة ولكن وفق آلية معتمدة لدى لجان هذه الجائزة ترسل الترشيحات إلى محكمين عالميين لتقييمها ويتخذ القرار النهائي بالاستيناد إلى التوصيات أربعة حقول من هذه الجائزة تمنح بناء على أعمال علمية كتب بحوث أجزاء من كتب وفق عدد أيضاً محدد في الجائزة إلا الحقل الأول وهو حقل خدمة الإسلام فهو يمنح لشخصية بارزة قدمت خدمات كبيرة للإسلام ولنشر الدعوة سواء كانت هذه الأعمال علمية دعوية إنسانية إغاثية سياسية ثقافية بشكل عام وما إلى ذلك وقد منحت لشخصيات كبيرة رأساء وزارات ووزراء ودعاة وعلماء كبار وأول فائز بهذه الجائزة في الدورة الأولى لها جائزة خدمة الإسلام كان أبو الأعلى المودود رحمه الله بالنسبة للجائزة فيما يتعلق بالعراق الدكتور بشار عواد معروف وتاسع عراقيين ينال هذه الجائزة في حقلي الدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب فقط حقل خدمة الإسلام لم ينال أو لم تنال شخصية عراقية هذه الجائزة على الرغم من وجود شخصيات كبيرة كان لها أثر كبير في خدمة الإسلام ومن أبرزهم الشيخ عمد محمود الصواف رحمه الله واللواء الركن محمود الشيط خطاب رحمه الله الذي كان يستحق هذه الجائزة في الحقلين خدمة الإسلام وحقل الدراسات العسكرية الإسلامية التي كان هو رائدها ولكن لم يخصص عنوان وإلى الآن لم تمنح الجائزة في حقل الدراسات الإسلامية مجال الدراسات العسكرية الإسلامية وإذا انتقلنا إلى بيان أسماء علماء العراق الذين فازوا بهذه الجائزة من باب الوفاء لهم والتذكير بهم والتعريف بقيمة إنجازاتهم الفائز الأول بهذه الجائزة من العراق كان هو العلامة الشيخ محمد بهجة الأثري رحمه الله ونالها في عام 1986 عن الدراسات التي تناولت الأدب العربي في القرنين الخامس والسادس الهجريين يعني في حقل اللغة والأدب والفائز الثاني أيضا في العام نفسه يعني عام 1986 حقل الدراسات الإسلامية واللغة والأداب كان الفائز في الحقلين عراقي وهو الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري رحمه الله عن التاريخ الإسلامي ومعروف الدكتور عزيز الدوري عبد العزيز الدوري وجهوده وكونه أحد رواد مدرسة التاريخ في العراق والعالم العربي ثم ناله عام 1989 الأستاذ الدكتور صالح أحمد العلي رحمه الله وهو أيضا أحد رواد المدرسة التاريخية العراقية الحديثة والمعاصرة عن الدراسات التي تناولت المدينة الإسلامية تاريخ المدينة الإسلامية خطط المدينة الإسلامية وما يتعلق بذلك ثم الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري أمد الله في عمره إن شاء الله نالها عام 1996 في حقل الدراسات الإسلامية عن الدراسات التي عنيت بالسيرة النبوية ثم نالها بعده بعام العلامة الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله في عام 1997 عن الدراسات التي تناولت مكانة المرأة المسلمة في كتابه المشهور والمعروف المفصل في أحكام الأسرة والمرأة المسلمة ثم نالها عام 2004 الأستاذ الدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين العالم العراقي البصري أمد الله في عمره عن الدراسات التي عنيت بالقواعد الفقهية مشاركة مع الدكتور علي الندوي من الهند وهما أبرز من كتب في القواعد الفقهية ولعل الدكتور الباحسين أكثر نشاطا في هذا المجال فإلى الآن ما يقرب من عشرة كتب ضخمة في موضوع القواعد الفقهية من كل جوانبها ثم نالها في عام 2008 الأستاذ الدكتور أحمد مطلوب أستاذ اللغة العربية ورئيس المجمع العلمي العراقي عن الدراسات التي تناولت القضايا المصطلحية في اللغة العربية ثم في عام 2014 نالها الأستاذ الدكتور عبدالله إبراهيم عن الدراسات التي تناولت الرواية العربية الحديثة والدكتور عبدالله إبراهيم لمن لا يعرفه يعني إحدى القامات العربية الكبيرة في مجال الدراسات الأدبية ثم أخيرا الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف في هذا العام عن الأعمال المنجزة في تحقيق كتب التأريف الإسلامي والتراجم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجتمع هذا الاجتماع مرة ثالية لتكريم علم آخر من علماء العراق وهو ينال هذه الجائزة أو غيرها من الجواز وندعو جميع من لديه القدرة مؤسسات وأفراد على تكريم علماء العراق أن يسارع إلى الاحتفاء وتكريم الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف وغيره من علماء العراق أو طلبة العلم في العراق بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله خيرا الدكتور مثلنا حارث الضاري على تسليط الضوء على هذه الجائزة ومن ينالها والضوابط التي تحدد من هو الفائز الآن مع كلمة للأستاذ المهندس مروان الفاعوري الأمين العام لمنتدى الوسطية فليتفضل جزاه الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إنها لمناسبة عظيمة وكبيرة أن نلتقي في هذا البيت العامر بعلمه وبأهله وبجهاده هذا المكان الذي يشكل البوصلة للعراق وللأمة في الانحياز إلى ثوابتها وإلى مسيرتها وإلى تاريخها الصحيح هذا المكان الذي وإن اعترته بعض العقبات والصعاب والمؤامرات من هنا أو هناك إلا أنه يبقى الصوت القوي الصادق الذي يمثل نبض الأمة في رؤيته لحل مشكل العراق ومستقبل العراق وحال الأمة كلها ولا بد أن أبارك لأخي وأستاذي دكتور بشار هذه الجائزة الكبيرة التي تأتي في سياق الحديث عن عظمة العراق وعلمائه وأثره الذي يستمر عطاءات وعطاءات وعطاءات إلى ما شاء الله عز وجل من أزمان وهذه اللقاءات ما هي إلا نهج في تكريس احترام وتقدير العلماء الذين يمثلون ملح الأرض الذي نرجو الله عز وجل أن يكون صلاح هذه الأمة واستئنافها لدورها وحضارتها ونهضتها بجهدهم وجهادهم في كافة الحقول والميادين وسعدنا بالأمس بلقاء الأخي الدكتور مثنى حارث الضاري في توقيع اتفاق وبروتوكول تعاون بين المنتدى العالمي للوسطية وبين الهيئة ليكون استمراراً لنهج أسسه رحمه الله الدكتور حارث الضاري في تعاونه وفي وسطيته التي فهمناها والتي عملنا عليها والتي لم تكن في يوم من الأيام إلا وسطية الانحياز إلى الحق والوقوف في وجه الظلم وليست وسطية التوسط بين الظلم وبين الحق أو بين الظالم والمحتل وبين المظلومين في بقاع الأرض كلها هذه الهيئة كانت بإذن الله عز وجل وستبقى بإذن الله الوصلة التي تؤكد أن أهل العراق يعرفون إلى أين يسيرون وأن علماء العراق يقودون هذه المسيرة بإذن الله عز وجل إلى حيث تتحقق مصالح هذه الأمة وإلى أن يتحرر هذا الحمى الكبير هذا السند العظيم الذي كان للأمة دائماً مقدماً كريماً معطياً لم ينتظر فيه من الأيام أي عطاء أو أي ثناء أكرر المباركة لأستاذنا الدكتور بشار هذا الإنجاز الكبير الذي يشكل إنجازاً وتكريماً لعلماء العراق وعلماء الأمة والشكر لكم أيضاً على هذه الفرصة السانحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله خيراً الأستاذ المهندس مروان الفاعوري الأمين العام لمنتدى الوسطية على هذه الكلمات بحق الدكتور بشار وبحق العراق وبحق علماء العراق فجزاه الله عنا كل خير الآن قصيدة للشاعر حارث الأزدي بعنوان علماؤنا أعلامنا فليتفضل جزاه الله خيراً السلام عليكم علماؤنا أعلامنا تمضي السنين وتنتهي الأعوام لكن شيئاً واحداً سيقام العلم والإيمان والعمل الذي فيه الصلاح مناهج ومقام بغداد تزهو في مجالس علمها في كل ركن أشهب وهمام يا ما أحيل جمعنا في مجلس هو مجلس الضاري عليه سلام فكلاكما أهل لحمل أمانة أهل الحديث ولست أقصد غيرهم ببلاغة أحكامهم إحكام فكلاكما أهل لحمل أمانة هي في الحياة محجة ونظام أهل الحديث ولست أقصد غيرهم ببلاغة أحكامهم إحكام برحى بهذا اليوم يحمل فرحة تشفي النفوس وتنجل الأسقام هو سيد التاريخ عالم عصره الأعظمي بعزمه مقدام يا من حما إرث النبي بجهده حققت ما لم تستطع أقوامه أعددت من سنن الرسول سحابة في العلم كان لغيثها إلزام وخبرت من كل العلوم متونها وردت طعنا سددته لآم أنشأت جيلا باحثا متنورا وتنورت من فهمك الأفهام ورسمت في دأب مسارك منهجا وتتابعت جذلا لك الأقلام سقطت بمنهجكم دعاوى باطل حتى استدار بردك الإتمام وحفظت دينك سيدي في سيرة هي سيرة المختار كيف تضام حذرت قومك من عباب جهالة لو لا سفينك مركب لا أقام هو عالم أغنى الحياة بعلمه خمسون عاما في العلوم إمام ورحلت في طلب العلوم عبادة فتذللت قربا لك الأجرام وتمايلت جذلا لمنهج عالم طرس الصحاف قيدهن رزام يا سيدي علم الحديث مفازة العلم يدرك والجهول خصام كنا إذا ذكر العراق توردت تلك البقاع وأينعت أكمام والآن نرقب نصرنا بدراسة تثر العقول تثر العقول فينتهي الإحجام هذا عراق المبدعين حكاية تروي نتاج عراقنا الأيام بغداد تبقى للعلوم منارة تهدي الجميع لرشدها إلهام يا سيدي هذه قصيدة حارث لك في المحافل حظوة وسلام كل الأحبة هاهنا قد حثهم حب إليك فهو فيك لزام يزهو مكان الاحتفاء مهابة وتضوعت مسكا به الأنسام وكتبت فيك قصيدة أشد بها ومع الأحبة تنتشي الأنغام ومواكب العلماء فينا ثرة يسم العراق فكلهم أعلام علماؤنا أعلامنا ونقولها إن الجميع لفضلهم لقيامه شكرا لكم بارك الله فيك شائرنا الأستاذ حارث الأزدي على هذه الأبيات الجميلة التي أعطت الدكتور بشار عواد معروف حقه في ومكانته في العلم وبين العلماء الآن كلمة نختم بها جلستنا هذه لضيفنا المكرم الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف فليتفضل جزاه الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين أجمعين أما بعد فالسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته إنه ليوم جميل والشكر موصول فيه في هذا اليوم لهيئة علماء المسلمين وليأمينها العام ذاك الشبل من ذاك الأسد الشيخ الدكتور مثنى ابن شيخنا وقدوتنا الشيخ حارث الضاري طيب الله ثراه الذي كنت أتمنى في هذا اليوم أن يكون حاضراً بيننا ولكن شاء رب العزة أن يأخذه إلى جواره عزيزاً كريماً مكرماً إن المشاعر مشاعري حقيقةً لا يمكن أن توصف في هذا الوقت وفي هذه الأمسية الجميلة هذه الجائزة أيها الإخوة هي جائزة للعراق ليست لبشار عواد معروف هذا العراق الذي أعطانا وربانا وعلينا أيضاً أن نذكر أننا بعد تغلب العدوان واستلاب الأوطان اضطررنا إلى الهجرة إلى هذه البلاد الآمنة الكريمة وأكرمنا الهاشميون حفظهم الله وعز ملكهم فهيئوا لنا الأسباب الاستمرار في طلب العلم وأصبحنا في ركون وفي بلهنية من العيش كنا محرومون منها أو كان يمكن أن نكون من المحرومين منها بعد تغلب العدوان واستلاب الأوطان فالشكر لهم أيضاً وهذه الجائزة هي للعراق ولهم أيضاً هذا مما ينبغي علي حقيقةً أن أذكره دائماً وأنوه به أيها الأخوة هذه من بركات العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والله إني رأيت من المبشرات منذ أن عملت في هذا الحقل إلى يومنا هذا ما لا يمكن أن يوصف ولا يمكن أن يذكر حقيقةً إنها نعمة عظيمة إنها الثمر التي توصلنا إليها نتيجة هذه الجهود ونتيجة العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورواتها الأكارم ابتداءً من أول كتاب صدر لي في سنة 1966 وهو كتاب الوفيات لعبد الرحيم الحاج الأصبهاني ثم كتابي في الذي نلت به درجة الماجستير من جامعة بغداد سنة 1967 وهو التكملة لوفيات النقلة وكانت رسالة غريبة حقيقة لأول مرة تمنح درجة الامتياز في تاريخ الدراسات العليا في العراق لأنها كانت تتكون من ثمانية مجلدات عدد صفحاتها ربما 3500 صفحة أغرب رسالة ماجستير في ذلك الوقت استعملت فيها 167 مخطوطة في ذلك الوقت وأنا ما زلت في ذلك الوقت شاباً صغيراً لم أتجاوز السادسة أو الخامسة أو السادسة أو العشرين من عمري وحين ذهبت بها إلى شيخي وأستاذي طيب الله ثراه مصطفى جواد وكان يومئذ طريحاً في مستشفى ابن سينة وهو مريض بالقلاب أي مرض القلب كما يسميه هو وكانت حرارة الشباب دفعتني أن أحمل إليه الرسالة وهو على فراش المرض ليقرأها ويثبت بعض الملاحظات لي ثم يكتب قصيدة أذكر منها بيتين بشار حقق في التاريخ تكملة للمنذرية فنعم المرء بشار كانت مفرقة غفلاً فجمعها وزادها واسم إرشاد اليمان حار كنت سعيداً بذلك بتلك الأبيات وبتلك المقدمة التي كتبها لهذا الكتاب ثم هيأ الله سبحانه وتعالى أن عينت في كلية الشريعة سنة 1967 بالمناسبة نحن كنا ثلاثة في دورة واحدة أذكرهم دائماً اثنان مننا نال الجائزة ونأمل الثالث إن شاء الله سينال الجائزة لأنه واحد من أكبر علماء العراق كنا نحن ثلاثة أنا والدكتور أكرمضياء العمري والدكتور عماد الدين خليل علامة الموصل علامة العراق مفكر العراق الكبير حقيقة الذي نفخر به ويفخر به العراق وبكتاباته الجميلة الأصيلة العميقة وهو واحد من الذين يعدون من كتاب الفكر الإسلامي المعاصر الذي يفخر به حقيقة ليس العراق وحده وإنما العالم الإسلامي ما بين مشرق للشمس ومغي كلنا كلنا حقيقة لم نعمل كثيرا في التاريخ ونحن نخرج دائرة التاريخ والآثار فتوجه زميلي الدكتور أكرمضياء العمري إلى السيرة النبوية وتوجه زميلي الدكتور عماد الدين خليل إلى العناية بالفكر الإسلامي وتوجهت أنا إلى الحديث النبوي الشريف ورجاله فالحمد لله على هذه النعم الحمد لله الذي أنعم الله علينا هذه النعمة السابقة واستمر الحال على ذلك وأذكر أن آخر مجلد كنت أصححه من تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام وهو أحد الأعمال الذي قدم إلى جائزة الملك فيصل وكانت القنابل تتساقط في بغداد في سنة 2003 وكنا أنا وأحد تلامذتي وهو الأخ مصطفى الأعظم وهو الآن أستاذ الحديث في الجامعة التي سموها الجامعة العراقية الجامعة الإسلامية كنا نقابل آخر الأجزاء من هذا الكتاب ثم حملت الكتاب وجئت به إلى عماد ثم إلى بيروت وطبعة بعد ذلك بحمد الله ومنه الحمد لله نحن مستمرون إن شاء الله في طلب العلم نحن طلب صغار كان الحافظ عبد العظيم المنذري المتوفى سنة 656 ورحمة الله عليه صاحب كتاب الترغيب والترهيب وصاحب كتاب التكمل وفاة النقل الذي اشتغلته وكان يقول كل شيء يشارك فيه إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستغرق عمر الإنسان حقيقة نحن نتعلم في كل يوم علما جديدا وقد صدر لنا بحمد الله ومنه قبل مدة قصيرة كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في 17 مجلدا وسيصدر خلال الشهر القادم إن شاء الله تعالى كتاب المحلى شرح المجلى للإمام ابن حزم الظاهري في عشرين مجلدا بعون الله ونحن في اللمسات الأخيرة منه ونأمل إن شاء الله أن نستمر في خدمة ديننا وفي خدمة تراثنا وفي خدمة علمائنا ونحن ما زلنا طلبة نتعلم في كل يوم علما جديدا والحمد لله أولا وآخرا والشكر موصول لكم أيها الإخوة على حضوركم وعلى هذا التكريم إنه لفخر عظيم لي أن أكرم من قبل هذه الهيئة ومن قبل هذا الجمع المبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله في أستاذنا وشيخنا الدكتور بشار عواد معروف على هذه الكلمات وهذه المسيرة الحافلة بالعلم وفي طلبه ومن تواضعه يقول ما زلنا طلبة علم ونطلب العلم ونتعلم كل يوم فجزاه الله عنا كل خير وعن ما كتب وعن ما ألف وعن ما صدر وسيصدر جزاه الله عنا ألف خير من ضمن التكريم يقدم الدكتور مثلا حارث الضاري درع الهيئة لأستاذ الدكتور بشار عواد معروف شكرا جزيلا اشتركوا في القناة شكرا جزيلا